روى أحمد عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت لألفين هذا الرجل فلا أسمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كان كأحسن الفتيان أجملهم يصف ابنه الذي يموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي فقال برأسي هكذا أي لا فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولي كفنه والصلاة عليه وروا أبو القاسم البغوي عن الصلتان بن عاصم وذكر أن خاله قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص بصره إلى رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلام قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وهو يقول يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرأ التوراة قال نعم قال أتقرأ الإنجيل قال نعم قال والقرآن قال لا ولو تشاء قرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا قال إنا نجدك نبيا قال إنا نجد نعتك ومخرجك فلما خرجت رجوني أن تكون فينا فلما رأيناك عرفناك أنك لست به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يا يهودي قال إن نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لأكثر من سبعين ألفا وسبعين ألفا ماذا دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم رجل في اليهود روى ابن أسحاق عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقال أخرجوا أعلمكم فقالوا عبد الله ابن سورية فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظل لهم به من الغمام أتعلمني رسول الله؟ قال اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك قال فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلم فأسلم قال أكره خلاف قومي